نشطة مفصلة للأخبار نسهلها بالعنوين قوة الاحتلال الإسرائيلي تقمع الاحتجاجات في النقب الرصاص والدخان وتتكتم على حالة اللاسير ناصر أبو حميد السداف السفارة الأمريكية في بغداد بصواريخ مجهولة صالح يقول أنه يهدف إلى عرقلة استحقاقات دستورية وعصائب أهل الحق تحذر من التوقيت المشبوه انفجارات في ريف حلب السوري تستهدف فصائل مسلحة موالية لتركيا نواب بريطانيون يطالبون بالضغط على المنامة للإفراج الفوري عن السجناء السياسيين في البحرين مقتل عميدا من الشرطة ومتظاهر خلال الاحتجاجات ضد عسكرة الحكم في السودان قرب القصر الرئاسي في الخرطون المعارضة التونسية تدعو إلى التظاهر في ذكرى الرابع عشر من يناير والحكومة تمنع التجمع لدواع صحية أهلا بكم أفادت مراسلة الميادين في فلسطين المحتلة بتواصل عمليات تصدي الشباني في النقب لاعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي وكان عشرات الفلسطينيين قد أصيبوا وعتقل آخرون في اعتداء وحشي لشرطة الاحتلال على مسيرات سلمية عند مفرق سعو الأطرش في النقب وأغلق المتظاهرون الشارع فيما أطلقت الشرطة الإسرائيلية قنابل الدخان والغاز المسيل للدموع وطلب المتظاهرون سلطات الاحتلال بالكف عن سياسات التجريف ووقف جرافات الهدم الذي طال عشرات المنازل في الأسابيع الأخيرة قرى غير معترف بها ماذا تعني؟ هي قرى فلسطينية في النقب يتجاوز عددها الثلاثين قرية ولا تعترف إسرائيل بوجودها أصلا فتمنع عنها التخطيط والماء والكهرباء وتهدم بيوتها التي تبنى غالبا من الصفيح ضمن مشاريع التهويد جرفت هذه الأراضي لمصادرة حق أصحابها البدو بالعيش فيها وبناء مستقبل أفضل 45 ألف دنم تنوي سلطات الاحتلال تشجيرها ضمن مخططات الاستيطان أرض الناقع قوية أرض الناقع التظاهرة الاحتجاجية للفلسطينيين بالكاد بدأت حتى انهالت عليها عدوانية شرطة الاحتلال جميع أهلنا في النقب بدأوا يتجمعوا الشرطة ورادت أن تخرب هذه المظاهر السلمية وبدأت باستفساز الشباب ويطلق النار عليهم أمام مواطنين عزل أرادوا الاحتجاج السلمي حولت قوات الاحتلال هذه المنطقة إلى ساحة حرب هنا النقب من عام النقب عام 48 وأسرائيل تطارد فينا وتلاحقنا وتهدم بيوتنا وتصادر أرزاكنا ولكننا أبينا إلا أن نصمت على هذه الأرض قنابل صوتقة غازية رصاص مطاطي كل القوى وكل العنف في العالم موجود مع هذه الشرطة لأنها تتعامل معنا بكره حوالى 300 ألف فلسطيني عدد البدو في النقب محطات كثيرة خاضها الناس هنا دفاعا عن وجودهم إذ تسعى إسرائيل إلى تركيزهم في أقل رقعة أرض ممكنة وتعتقد مخطئة أنها قد تنجح بإخضاعهم بالبارود والنار هنا أم حميد النقب الميادين وتواصل سلطات الاحتلال رفض نقل الأسير نصر أبو حميد إلى الأردن أو القاهرة للعلاج وهو لا يزال في غيبوبة أيات شؤون الأسرة والمحررين كشفت أن نحو 600 أسير يعانون من المرض منهم العشرات ممن يعانون من أمراض خطرة كأمراض القلب والفشل الكلوي والشلل والسرطان ناجي أبو حميد شقيق الأسير ناصر أبو حميد أكد أن حالة الأخير الصحية لا تسمح ببقائه في الأسر وفي اتصال مع الميادين نشر إلى رفض سلطات الاحتلال أعطاء معلومات عن حالته هناك عثيم كبير جدا وهناك رفض من مطحة السجون السجونية ومن أعلى السلطات في إسرائيل للإبصاح عن طبيعة والوضع الصحي لناصر ويرفضون حتى إعطاء التقرير الطبي لنا كعائلة وللمحامين المخولين قانونيا لأخذ التقرير الطبي منذ اليوم الثاني لدخول شقيق ناصر لغرفة المنعش عن أتصالات على أعلى المستويات إلى الآن للأسف رغم كل هذا المجهود لا توجد أي متأج وشيع الفلسطينيون شهيد الثمانينية عمر سعد الذي قضى بعد تكبيل جنود الاحتلال يديه وتركه لساعات في أحد المباني المهجورة ليلا نسرين سلمي كبر العمري أو صغره لم يعد يشكل فارقا لدى جنود الاحتلال الذين ينكلون بالفلسطينيين أنما وجدوهم كبلوا يديه وعصبوا عينيه وسحلوه في الشارع ورموه في أحد المباني المهجورة لم تشفع له شيخوخته وعمره الذي تجاوز الثمانين عندما أوقف جنود الاحتلال سيارته لم يمنعوه فقط من الوصول إلى بيته بل اعتدوا عليه ضربا واقتدوه خارجها إلى أن استشهد قهرا قرية جلجلية شمالة رمالة ودعت شهيدها عمر أسعد بجنازة مهيبة هتفت فيها للمقاومة وتعالت فيها الأصوات بضرورة التصدي للاعتداءات الإسرائيلية سحبينه من جوة السيارة سحب وتجروا على الأرض مسافة 200 متر على الطراب وكلبشوا أديلة وراء وسكروا ثموا في شريط ورمينوا في قيد الإنشاء دار بيت قيد الإنشاء حطينوا على البلاط على بطنه نيمينه والأديلة كانت تفاتلة وراء عائلة الشهيد وأهل قريته حملوا الاحتلال المسئولية وطالبوا بمحاكمة من تسببوا باستشهاد العم أسعد إنسان عمره 80 سنة بتكلبش في طريقة وبنضرب بطريقة وحشية وعنده أمراض مزمنة أكيد ما تحمل نحن من نحمل الاحتلال كافة المسئولية عن إعدام عمر الخارجية الفلسطينية أدانت ما وصفته بإعدام الشهيد عمر أسعد فيما طالبت الخارجية الأمريكية بفتح تحقيقا في ظروف استشهاده لكونه يحمل الجنسية الأمريكية نسر سلمي من قرية جلجلية شمال رمالة الميادين متنقلا بين دمشق وبيروت سعى وفد حركة فتح إلى إقناع ستة فصائل فلسطينية بعقد اجتماع للمجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية لكن الخلافات حول الرؤى والتصورات للعمل الوحدوي المشترك وسروطه تبدو أنها لا تزال شديدة والنتيجة لا اجتماع في الوفق المنظور محمد بو عبدالله تبادر حركة فتح إلى خطوة تؤكد أنها تريد بها جسر الهوة مع بقية الفصائل وصولا إلى تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية والطريق الشاق يمر كما يبدو من دمشق ومن بعدها من اجتماع للمجلس المركزي لمنظمة التحرير ذاك من أهم ما قصد لأجله اللواء جبريل رجوب سوريا مع تأكيده الانتخابات سبيلا للحكم ولبناء الشراكة الفلسطينية بينما تحقيق الوحدة يقتضن عقاد المجلس الذي إليه دعت فتح الفصائل فهو المدخل يؤكد رجوب فهل تحقق شيء من مقاصد زيارة أمين سر اللجنة المركزية للحركة تكشف زيارة بأثرها البعدي أن الهوة لا تزال واسعة في ظل اختلاف الرؤى بشأن المنظمة وشكل المصالحة والمراحل والانتخابات فضلا عن الأهداف من الوحدة والشراكة بين الفصائل الفلسطينية أول الطريق هو الإسراع في إجراء الانتخابات تؤكد حماس مجلسا وطنيا وتشريعيا ورئاسة على التوالي أي تريد بذلك تأكيد إعادة قطار المصالحة إلى سكته أو ما تعده ضرورة التزام الأطراف بتوافقاتهم في الحوارات السابقة تكون بذلك زيارة الرجوب لدمشق قد فشلت وفقا لبيان صادر عن حركة حماس وفيه إشارة إلى رفض فصائل أخرى المشاركة في اجتماع المجلس المركزي كالجهاد الإسلامي والجبهتين الشعبية والديمقراطية والنتيجة تأجيل فتح لانعقاده تقول معلومات متداولة إن الشعبية لم تعطي الموافقة لكنها لم تغلق الباب أمام الحوار وإمكانية المشاركة وفي أدناه يكون غياب التوافق على الاجتماع وحضوره الدافع إلى تأجيله من دون ربطه برفض الفصائل المشاركة ولا تزال عالقة مسائل خلافية مع فتح بشأن منظمة التحرير وأجندة السلطة وجوهر العمل الوحدوي لمواجهة الاحتلال سواء ما تعلق بالاعتراف أم باتفاقات السلطة معه وما يفرضه الأطراف الدوليون أعضو لجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبي يوسف فكد للميديننا الهدف من اجتماع المجلس المركزي كان مواجهة الاحتلال مشيرا إلى أن الأخيرة يستند للموقف الأمريكي في محاولته فرض جندته لشطب القضية الفلسطينية الأمر يتعلق بالموقف السياسي الجامع في مواجهة هذا الاحتلال في مواجهة السياسة الأمريكية المتحارفة مع الاحتلال في ظل التغول الذي يقوم به الاحتلال في الاستطلال الاستعماري في سياسة القتل في إغلاق الأفق السياسي الأمر الذي يتطلب وحدة موقف من خلال فصائل المنظمة التحرير الفلسطينية للاتفاق على تنفيذ استراتيجية وطنية جامعة على صعيد السياسة وأيضا على صعيد الوضع الداخلي الفلسطيني الذي يتطلب في المرحلة الثانية أو في المرحلة الأخرى هو كيفية الذهاب إلى حوار وطني شامل بل أجل إنهاء الانقسام الفلسطيني استعادة وحدة وطنية فلسطينية من جياتي أكد ممثل حركة حماس في لبنان أحمد عبدالهادي أن وفد الحركة سيكون لحظة المقبلة في الجزائر تلبية لدعوة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى حوار فلسطيني وخلال مشاركته في برنامج المسائية على شاشة الميادين رأى عبدالهادي أن تصريحات أمين اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب للميادين تشير إلى نفس استعلائي النفس كان ليس نفس شراكي وليس نفس من يريد وحدة وطنية بصراحة كان النفس أنه مين هن هدول يعني مين حماس عندما يقول بعد عشرين سين جاي حماس بدأ تعمل مقاومة وكذا هذا النفس نفس استعلائي هذا نفس لا يريد الوحدة هذا نفس يريد التفرد في القرار الفلسطيني إلى الأبد بكل صراحة وبحسب ما تم تداوله من قبل الفصائل وما علمناه بأنه كان هناك رفض لاجتماع المجلس المركزي وكان هناك تأكيد من كافة الفصائل بأنه ليس هذا هو المدخل لتحقيق الوحدة الوطنية القيادي في الجباة الشعبية لتحرير فلسطين ماهر الطاهر أشار إلى أن الساحة الفلسطينية مشرذمة ومنقسمة منذ خمسة عشر عاما داعيا إلى معالجات جدية لهذا الأمر بما في ذلك إنهاء المسار السياسي السابق وهو مطلب أكد تقديمه لوفد فتح طلبنا منهم أن يتم إعلان أنه فيه مسار فشل وبدنا ننتقل لمسار آخر يترتب عليه إلغاء أصله وسحب الاعتراف وإنهاء التنسيق اثنين منظمة التحرير مهمشة وليس صحيحا أن منظمة التحرير الفلسطيني صير مجلسها الوطني تحت سيطرة الاحتلال ومؤسساتها تحت سيطرة الاحتلال قلنا لهم في سبع مليون فلسطيني في الشتات وفي قيادات فلسطينية أساسية في الشتات وبالتالي منظمة التحرير ما بتكون تحت رحمة الاحتلال بتكون تملك حرية قرارها على بعد شهر من انطلاق فعليات مهرجان طيران الإمارات للأداب في دبي أعلن عدد من الأدباء والمثقفين في الخليج مقاطعة المهرجان بسبب مشاركة كاتبا إسرائيليا فيه مواقف تفتح الباب واسعا أمام أهمية حركات المقاطعة في نشر التحصين الثقافي ضد التطبيع خصوصا في أوساط الشعوب العربية البوصلة التي لا تضل وشعوب التي لا تنسى قاعدتان أساسيتان ما زالت تحكمان قضية تطبيع بعض الدول العربية مع الاحتلال الإسرائيلي فرفض التطبيع لا يزال السلاح الأكثر إلى من للاحتلال ومن يقفون خلفه رفض تمثل مجددا على أعتاب مهرجان طيران الإمارات للأداب الذي سيقام في دبي الشهر المقبل بعد أعلان عدد من الأدباء والمثقفين في الخليج مقاطعتهم له احتجاجا على دعوة كاتب إسرائيلي للمشاركة فيه من يتخلى عن قضية فلسطين اليوم سيتخلى غدا عن وطنه بهذه العبارة عبرت الروائية العمانية بشر خلفان عن مقاطعتها للمهرجان تطبيع تسعى فيه السلطات الإماراتية إلى أقحام السياسة في الأدب ودفع الكتاب والأدباء العرب إلى دوامة التطبيع الثقافي والأدبي مع الاحتلال وهو ما يتقاطع مع ما أكده ائتلاف الخليج ضد التطبيع بعدم قبول توظيف الإبداع أداة لتكريس الاضطهاد والاستعمار الإسرائيليين اللافت في المقاطعة أنها جاءت من أبناء الخليج كما على امتداد العالم العربي والعالم حيث تحرك المثقفون الداعمون للقضية الفلسطينية في عواصم كبرى وضد أي فعالية تحمل بصمة أو مشاركة إسرائيلية آخرها مقاطعة مهرجان سيدني الذي طلق تمويلا من السفارة الإسرائيلية وقبلها قطعت جائزة الشيخ زايد للكتاب في الإمارات التي شهدت عدم مشاركة مغاربية واسعة وإزاء عملية التضليل الممنهجة لبعض الأنظمة المطبعة لفرض التطبيع في مختلف المجالات تبرز أهمية المواقف والحركات المقاطعة التي تسعى لنشر ثقافة التحصين من التطبيع بين أوصات الجماهير العربية نظرا لدورها المحوري في توجيه الرأي العام دور يقع على عاطق المثقفين لحفظ نهج التمسك بالأرض والثوابت بعيدا من لعبة المصالح السياسية والاقتصادية باهتمام تعمل في إسرائيل مع لألاني عن اعتقال شبكة تجسس ليهود من أصول إيرانية قيل إنها تعمل لمصلحة إيران منال إسماعيل أعلان الشباك اعتقال شبكة تجسس قال إنها تعمل لمصلحة إيران في إسرائيل مؤلفة من خمسة إسرائيليين أربع نساء ورجل من أصول إيرانية أعاد تسليط الضوء على التهديد الإيراني لإسرائيل بأشكاله المختلفة محاولة إيران ضد أمن إسرائيل لا تقتصر فقط على المجال الأمني والاستخداري بل تتوسع أيضا لتشمل مساعية لتأثير في الإسرائيليين والمجتمع الإسرائيلي وإثارة الجدل والتناقض وتقويد الاستقرار السياسي في إسرائيل وإلحاق ضرر بثقة الجمهور بالسلطة عملية التجسس هذه التي بدأت مع بعض المتهمات قبل أربع سنوات بالتواصل عبر الفيسبوك بداية ثم عبر الواتساب مع شخص انتحل بحسب جهات أمنية إسرائيلية صفة يهودي يعيش في إيران تعد بحسب مراقبين نجاحا يسجل لمصلحة إيران في تجنيد عملاء في إسرائيل هذه القضية خطيرة لمجرد حدوثها لأن طهران نجحت في تشغيل مصادر بشرية هنا في إسرائيل لقد تعلمنا أن هناك حافزا في طهران لتجنيد مصادر بشرية استخبارية داخل إسرائيل وهم نجحوا في ذلك بالرغم من أن هذا النجاح محدود الحديث عن كشف شبكات تجسس إيرانية في إسرائيل فضلا عن بعده الاستخباري يحمل بحسب محللين تأثيرا كبيرا في الرأي العام الإسرائيلي في مجال الوعي إلى جانب محاولات إيران تحقيق إنجاز على مستوى المعلومات الاستخبارية هناك أيضا أمر لا يقل أهمية يتعلق بالإنجاز على مستوى الهيبة والوعي فعنوان تجريل عملاء داخل إسرائيل له وقع وأهمية كبيران وفيما يشير مراقبون إلى أن شبكة التجسس هذه ليست الأولى التي يكشف عنها الشباك حيث سبقها الكشف عن حالات نجحت خلالها إيران في تجنيد عملاء داخل إسرائيل كان آخرها تجنيد موظف داخل منزل وزير الأمن بني جانس لفض خبراء إلى أنهم في المؤسسة الأمنية والعسكرية مقتنعون بأن المساعي الإيرانية في المجال الاستخباري ستسجل ارتفاعا كبيرا حيث في الخلفية المعركة بين إيران وإسرائيل مستمرة على كل الجبهات أفاد مراسل الميدين بإصابة شخصين في هجوم صاروخي نسادف المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد وأكد سقوط صاروخ على مدرسة تقع في المنطقة الخضراء فيما سقط صاروخان آخران في مجمع السفارة الأمريكية الرئيس العراقي برهم صالح رأى أن سادف البعثات الدبلوماسية هو ضرب لمصالح العراق وسمعته الدولية وتوقيته يهدف إلى عرقلة الاستحقاقات الوطنية الدستورية فيما رأت السفارة الأمريكية أن الهجوم يأتي سعيا إلى تقويد أمن البلاد وعلاقاتها الدولية زعيم تيار الصدري مقتضى الصدر وصف الأطراف الذين سادفوا السفارة الأمريكية في بغداد بمدعي المقاومة وفق تعبيره وقال أن هؤلاء يقومون بذلك لأجل تأخير انسحاب القوات الأمريكية كي تبقى لهم ذريعة استعمال السلاح حيث لا وجود لهم من دون وجود المحتل على حد تعبيره أما مسؤول المكتب الأمني في كتائب حزب الله العراق فقال أن أطلق صواريخ وسط مناطق آهلة بالسكان هو استداف للمدنيين مواجه للاتهام إلى من وصفهم بالعصابات المرتبطة بالإمارات وبريطانيا بالوقوف وراء الاعتداء كرد على حكم المحكمة الاتحادية من جهتها شار الأمين العام لعصائب أهل الحق قيس الخزعلي إلى أن أسلوب استهداف المنطقة الخضراء وتوقيته محاولة لخلط الأوراق وأكد أن قرار فصائل المقاومة هو عدم استهداف السفارة الأمريكية حاليا أصدرت المحكمة الاتحادية العراقية قرارا بوقف عمل هيئة رئاسة البرلمان المنتخبة على نحو مؤقت ووفق المحكمة فأن قرارها مستمرا حتى حسم الدعويين اللتين قدمت في ضوء شوائب تخللت جلسة انتخاب رئيس للبرلمان المحكمة أكدت أن قرارها لا يؤثر في مسار استكمال المدد الدستورية المتعلقة بانتخاب الرئيس وتكليف رئيس للحكومة إلى سوريا حيث أفادت مرسلة الميادين بوقوع قتل وجرح في تفجير انتحاري قرب دوار الكراج في مدينة الباب بريف حلب الشمالي الشرقي سبق ذلك مقتل شخص وجرح ثلاثة من جراء انفجار عبوة ناسفة استادفت سيارة لقائد ما يسمى الشرطة العسكرية التابعة لمسلحي الجيش الوطني الموالين للتركيا في ريف حلب الشمالي وفي رأس العين شمال الحسكة وقع انفجار ناتج عن إلقاء قنبلة يدوية داخل حي المحطة وقد توسعت رقعة التظاهرات التي تشهدها مناطق سيطرة ما يسمى مسلحي الجيش الوطني في درع الفرات وغصن الزيتون ونبع السلام لتشمل بلدات في منطقة عفرين ضد المجالس المحلية التابعة لتركيا التظاهرات بدأت قبل عشرة أيام في عزاز والباب وجرابلس في ريف حلب الشمالي لتشمل منطقة عفرين أيضا خلال اليومين الماضيين احتجاجا على سوء الأوضاع الأمنية والخدمية فيها حافظت موازنة الدولة السورية على دعم اجتماعيا بقيمة تتجاوز خمسة ألاف وخمسمائة مليار ليرة تمثل أربعين في المائة من إجمالي الموازنة في وقت تكمل فيه الحكومة خطة لرفع الدعم عن فئة محددة من المواطنين محمد الخضر ازدحام أمام الأفران وانتظار يمتد أكثر من شهرين للحصول على استوانة الغاز ونحو أسبوع لملء خزان السيارة بخمسة وعشرين لترا من البنزين وكلها بالأسعار المدعومة ضائقة تقر الحكومة السورية بها وتضعها في إطار كلفة الحرب والحصار وفاتورة الدعم البائضة فاتورة خصصت لها موازنة العام الحالي خمسة آلاف وخمسمائة وتسعة وعشرين مليار ليرة أي أكثر من أربعين في المائة من الموازنة العامة للبلاد لا يمكن أن تفكر الدولة ولا تريد أن ترفع الدعم تريد أن تعيد توزيع الدعم وهي فعلا فكرة من صدقة لأنه يقود الدولة حزب البعث العربي الاشتراكي وإلو جانب اجتماعي لعملية التنمية الاقتصادية المادية ويقود جبهة وطنية ليس فيها أحزاب متطرفة يمينية فالكل مع إبقاء الدعم بالتأكيد سياسة جديدة تقوم على رفع الدعم عن شرائح ترى الحكومة أنها غير مستحقة دراسات أولية تشير إلى استبعاد 330 ألف بطاقة يستفيد حاملها من الحصول على مواد تموينية ووقود بأسعار مدعومة من أصل أربعة ملايين بطاقة المعايير التي سيتم اللجوء إليها من أجل تحديد من يستحق ومن لا يستحق معقد يعني مهما كانت اللجنة أو كانت الجهة التي ستصدر من يستحق ومن لا يستحق فستقع بأخطاء معينة أو سيكون هناك من يستحق ولا يدخل بدون المستحقين وسيكون هناك أيضا من لا يستحق وسيبقى يأخذ الدعم مضاعفة سعر الخبز ورفع أسعار البنزين والمازوت والكهرباء والأسمدة الزراعية أثر بحدة على ملايين السوريين لكنهما في المقابل وفرام داخل لخزينة الدولة حولتها لزيادة الرواتب أرهقت الحرب القطاعات المنتجة وأثرت بحدة على الخزينة العامة لكن الصحيحة أيضا أنها أثرت على ملايين السوريين وأدخلتهم في خانة الفقر ما يفرض تعاطيا إيجابيا مع سياسة تقليدية تحفظ التقديمات الاجتماعية بكل أشكالها بدلا من تقليصها محمد الخضر دمشق الميادين أكد وزير الخارجية في حكومة صنعاء أن هناك مبادرة إيرانية يحاول الكل نسيانها وهي تعاملت مع موضوع الحرب والحصار وآلية المفاوضات وتشكل مدخلا رئيسيا للحل وفي حوار مع وكالة يونيوز أشار شرف لأن السعودية تبحث عن مبرر للعدوان لكنهم لن يهزم اليمنيين مؤكدا أن المطلوبة هو الحوار بلغة السلام ميدانيا أعلنت القوات المسلحة اليمنية أسقط طائرة تجسس مسلحة من نوع وينغ لونغ المتحدث باسم القوات العميد يحيى سريع أشار إلى أن الطائرة تابعة لسلاح الجو الإماراتي وكانت تنفذ عمالا عدائية في أجواء مديرية السلام بمحافظة شبوة وقد أسقطت بصاروخ أرض جو محلي الصنع وفي لندن طلب أعضاء في البرلمان البريطاني سلطات البلاد بالضغط على الحكومة البحرينية للإفراج الفوري عن السجناء السياسيين في البحرين جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد أمام سفارة المنامة في لندن في سياق شارك نواب من مختلف الأحزاب السياسية في مناقشة ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في البحرين خلال جلسة لمجلس العموم فضلا عن إثارة قضية المعتقل السياسي حسن مشامع والأكاديمي عبدالجليل السنكيس المضرب عن الطعام منذ نحو 190 يوما لقد كتب لي السفير البحريني في بريطانيا رسالة عبر فيها عن قلقه من وجود أمام سفارة البحرين وتقديم الدعم للناشط على مشامع الذي كان مضربا عن الطعام وبالتالي سنؤلف وفدا برلمانيا من مختلف الأحزاب السياسية لنثير معه بالتفاصيل الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في البحرين ما يمكن أن نعدى به هو عدم تجاهل ونسيان قضية السجناء السياسيين في البحرين سنواصل الضغط على الحكومة البريطانية بالطرق المتاحة كافة من أجل التأكد من عدم نسيان أزمتهم ومعاناتهم أنا أشعر بالفخر والاعتزاز أن إضرابي ساهم في أن يتحول قضية السجناء وخصوصا الدكتور عبدالجليل السنكيس ووالد الأستاذ حسن مشامع إلى قبة البرلمان وهذا بالفعل الذي قاله النواب لي أثناء الاعتصام وهذا الذي أوفوا به في هذا اليوم فاصل ونواصل نشاتنا أهلا بكم الجديد أعلنت لجنة وطباء السودان مقتل متظاهر بالرصاص الحي خلال مشاركته في احتجاجات يوم أمس بدور أعلنت وزارة الداخلية مقتل ضابط في الخرطوم أثناء أداء عمله قوات الأمني كانت قد أطلقت تنابل الغاز المسيل للدموع على آلاف المتظاهرين قرب القصر الرئاسي أكدت قوى معارضة تونسية أنها ستتظاهر وسط العاصمة بمناسبة ذكرى رحيل النظام بن علي رافعة شعارات ضد قرارات الرئيس قيس سعيد وذلك رغم قرار الحكومة منع التظاهرات وهو قرار اعتبرته قوى معارضة استهدافا لها وتضييقا على الحريات مراد الدلنسية نحن متصرين ونجدد الدعوة للمواطنين والمواطنات للنزول للشارع يوم غد الساعة الثانية بعد الزواج للتعبير على رأيه وأن العالم يكون والمواطنين والعالم أجمع يكون شاهد على تمسكنا بإرادتنا الحرة منع الحكومة للتظاهرات والتجمعات لأسباب صحية عدته أحزاب وشخصيات معارضة محاولة لمنع الاحتجاجات المزمع تنظيمها بالتزامن مع ذكرى الرابعة عشر من يناير موعد يرى الرئيس قيس سعيد بأنه يجسد تاريخ الالتفاف على الثورة فيما تعتبره القوى السياسية المعارضة محطة لسقوط منظومة الحكم الاستبدادي سلطة الأمر الواقع القائمة حاليا لا تسمع أحدا لا معارضيها ولا من سندوها ثم عدلوا مواقفهم هي لا تسمع إلا لصوت واحد هي تعيش حالة إنكار دائم نعتقد أن المسألة تعلق بالصحة ولا يمكن أن نحمل الأطباء لللجنة العلمية هم دكاتر محلفين لا يمكن اعتبار معناه هذه اللجنة مسيسة منع الحكومة للتظاهرات جاء بالتوازي مع تصريحات لنقيب الصحفيين تتحدث عن منع المعارضة من الظهور على شاشة الإعلام العمومي المعارضة تعتبر ما يحصل تكريسا لما سمته نزعة ديكتاتورية لدى الرئيس التونسي بدأت بالتبلور يريد أن تكون هناك أعلام مدجن وأحزاب مدجنة كما كان هناك ديكتاتورية وهذا لن يسمح به شعب تونسي هي حلقة جديدة من مسلسل الأزمة السياسية سيكون مسرحها هذه المرة شارع لحبيب بوركيبة بين قوى معارضة تصر على اعتبار قرارات قيس سعيد انقلابا وحكومة تمنع التظاهر لدواع صحية كما تقول رفضة الاتهامات بالتضييق على الحريات للمرة الأولى سيكون تاريخ الرابع عشر من يناير على غير عادته فبعد أن كان موعدا للاحتفال بذكرى ثورة الحرية سيكون هذه المرة مسرحا لرفع شعارات للمعارضة تطالب بالحرية وترفض التضييق على الحريات مراد الدلانسي تونس الميادين أعلن الرئيس اللبناني ميشيل عون أن دعوته إلى الحوار ستبقى مفتوحة محملا المعطلين لها المسؤولية عن خسارة الناس أموالهم وخسارة الدولة مواردها وفي بيان له رأى مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية أن السمرار تعطيل مجلس الوزراء تعطيل متعمد لخطة التعافي المالي والاقتصادي اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان ترفع صوتها مجددا قطع للطرقات شمل مختلف المناطق والمدن واحتجاجات تحت ضغط الأزمة الاقتصادية حسان الرفاعي للمرة الثالثة في غضون شهر تحرك لاتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان تقرر قطع الطرقات فبدأ السائقون بركن السيارات والحافلات العمومية وسط الطرقات المعتصمون أقفلوا أبواب آلياتهم وجلسوا على الأرصفة ولسان حالهم حققوا مطالبنا لأن ترد الأوضاع المعيشية فاق قدرتنا على التحمل نحن ما بعد 26 عشرة 2021 لم تعد مطالب بل أصبحت حقوق لطالما أنه حصل اتفاق مع دولة رئيس الحكومة بحضور الوزراء المعنيين وبالتالي تم الاتفاق على تحديد موعد الذي هو 11 2021 البدأ بالتنفيذ بالدعم وخمع المخالفات وعفاء الميكانيك ورسم الميكانيك وعنوين كثيرة الحكومة اللبنانية لم تلتزم بوعودها وتعهداتها بتطبيق الاتفاق بات وجع ذوي الدخل المحدود أكبر من قدرتهم على الاحتمال ولعل وحدة الحال بين معظم اللبنانيين خففت من وقع قطع الطرقات على من قرروا سلوكها لأسباب متعددة شعب اللبناني كله نواجع بس نحن خاصة نقل كطاع النقل يا خي صارت دمر بالأرض يا خي عم نتع طوله نهارا ننحط 450 حق شلت تحرك معظم المدن اللبنانية أقفلت المدارس والجامعات أبوابها ومعها أعلنت المصارف الإقفال لصعوبة وصول الموظفين إلى مكاتبهم فيما تضامن موزع المشتقات النفطية مع السائقين بين الحقوق والمطالب يكبر غضب السائقين العموميين وتحرك اليوم لن يكون يتيما في ظل تجاهل السلطة المستمر تحرك يأمل منظموه أن يكون بداية لتحرك شعبي من بوابة العمال حسان الرفاع بيروت الميادين غيب الموت العالمية والمناضلة اللبنانية سمر الحاج بعد صراع مع مرض عضل الحاج عرفت بمواقفها الوطنية الداعمة للمقاومة وللقضية الفلسطينية وبالدفاع عن القضايا العربية تقرير فرح عمر ناشطة سياسية لبنانية وإعلامية صاحبة مبدأ وموقف سمر الحاج برز اسمها في لبنان والعالم العربي كناشطة مدافعة بشراسة عن الضباط الأربعة الذين اعتقلوا في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريدي عام 2005 ومن بينهم زوجها اللواء علي الحاج يومها رفعت الصوت حين سكت الكثيرون وبقيت تحمل لواء قضيتهم الضباط الأربعة ما طلع قرار اتهامي بحقهم ولا قرار ظني بحقهم الضباط الأربعة أوقفوا على زمة التحقيق أربع سنوات وتوقف الاستماع لهم بعد السنة الأولى لم ينتهي دورها يوم إطلاق سراحهم إنما بقيت صوتا من أصوات المقاومة ضد الصهاينة منادية بالحرية لفلسطين وبالوقوف مع سوريا العروبة ولبنان المقاومة شاركت في الإعداد لإطلاق سفينة مريم النسائية لكسر حصار غزة ونظمت رحلات إلى مناطق عديدة في سوريا لمواجهة العدوان عليها حتى عندما كانت القذائف العشوائية تنهمر على العاصمة السورية دمشق وقادت قافلة نسائية إلى صيدنايا وحلب رفضا للحرب على سوريا وتبنت الدفاع عن مطالب البحرانيين في وجه الاستبداد والقمع الرسمي بلا تردد لم يستطع المرض العضال الذي أصابها إسكاتها وبقيت تدافع عن مبادئها بإطلالات تلفزيونية مختلفة إلى أن تمكن المرض من جسدها صبيحة يوم الخميس غلبت الظلمة فغلبها المرض حتى أنها كجسدها المتعبة فخفت الصوت الذي صدح بالحق دائما وعبرت بسفينة مريم إلى دنيا الحق تاركة وراءها إرثا نضاليا تشهد عليه المنابر والسحات كما الأشخاص فكانت المناضلة حتى الرمق الأخير فرح عمر بيروت الميادين أعلن الكريملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أطلع خلال اتصال هاتفي رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنت على المقترحات الروسية للغرب بشأن الضمانات الأمنية الطرفان التطرقاء لمختلف جوانب التعامل بين موسكو وتلبيب في الساحة السورية إضافة إلى عملية السلام في الشرق الأوسط ومستجدات الاتفاق النووي الإيراني أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن مسار المواجهة في العلاقات مع الغرب قد يكون ذا عواقب وخيمة جاء ذلك في بيان بعد مناقشة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا للمبادرات الروسية الخارجية قالت أن لحظة الحقيقة ستتجلى عندما سيتعين اتخاذ قرار بين تجسيد مبدأ الأمن غير القابل للتجزئة أو الانزلاق إلى مواجهة وفقا لأنماط الحرب الباردة والخيار الأخير قد تترتب عليه عواقب لا رجعة فيها هذا وانتهى في فيينا الاجتماع المخصص لبحث الضمانات الأمنية التي تطالب بها روسيا على خلفية التطورات في أوكرانيا ممثل روسيا الدائم لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا قال أن روسيا تشعر بخيبة أمل كبيرة لأنها توقعت مشاورات مفصلة وشاملة كما أنها لم تتلقى إجابة وافية بشأن الضمانات الأمنية لم يكن مصير اجتماع فيينا أفضل من مصير اجتماعي جينيف وبروكسل بل كان أسوأ بأشواط فممثلو الدول لم يأتوا لإجراء حوار ولا نقاش بل كانت مداخلاتهم معدة مسبقا وقرئت من على الورق فانتهى اجتماع منظمة الأمن والتعاون الأوروبية التي تضم 57 دولة في أقل من ساعتين المواقف التي أعلنت من قبل رئاسة المنظمة التي تعود لبولندا هذا العام تكرار للمواقف الغربية السابقة لا ضمانات أمنية لروسيا ولا تراجع عن مسار ضم أوكرانيا أو أي دولة أخرى إلى الحلف السؤال هو ما إذا كان بمقدورنا أن نفترض أن أمن دولة ما يمكن أن يمتد على دولة أخرى عبر انتهاك معايير السيادة ووحدة الأراضي وسواها أو حق كل دولة في تقرير أي نوع من النظام أو المنظمة أو المعاهدات الأمنية التي تريد الانتساب إليها روسيا التي تنتظر ردودا من الولايات المتحدة والناتو على مطالبها الأمنية خلال أسبوع حافظت على مستوى مرتفع من التهديدات مع بعض خيبة الأمل إنها خيبة أمل كبيرة جدا لأننا توقعنا مناقشات جوهرية ومعمقة كان لدى نظرائنا الكثير من الوقت على الأقل توقعنا رد فعل أكثر شمولية وموضعية تجاه ما هو مقبول وما هو مرفوض لكن للأسف ليس هذا ما حدث الأمينة العامة لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبية هل جاشمد حذرت من أن الأمور باتت في مسار خطر ودعت إلى استمرار الحوار لكن بالنسبة إلى الروس لا يوجد أساس في الوقت الحاضر لعقد المزيد من الاجتماعات مع الولايات المتحدة وحلفائها بحسب سرغير يابكوف من جناب إلى بروكسل إلى فيينا ثلاثة لقاءات لم تؤدي إلا إلى المزيد من التباعل وتعميق الشرخ الناتو وفي خضم اجتماعات البحث عن ضمانات أمنية لروسيا يستفز موسكو من جديد عبر طروحات لضم فنلندا وروسيا ترد بأنها جاهزة للدفاع عن أمنها بكل الخيارات بما فيها العسكرية موسى عاسف ينا الميارين على خط موازن أعلن مفاوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الأمن والسياسة الخارجية جوزيب بوريل تمديد العقوبات الأوروبية على روسيا لستة أشهر أخرى بوريل أكد أن الاتحاد لن يقبل مطالب موسكو بصحب قوات حلف الناتو من الدول المجاورة لروسيا وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرة الجيوش الفرنسية أضاف أن مهمة الاتحاد مستمرة في أوكرانيا معلنا تخصيص 30 مليون يورو لدعم القوات الأوكرانية حذرت رئيسة برنامج الأغذية العالمية في أفغانستان من نقص الأموال اللازمة إلى تقديم المساعدات الغذائية لافتة إلى أن أفغانستان تواجه ما وصفته بيتسونامي جوع وخلال مقابلة مع أسوشياتيد بريس أشارت إلى أن أكثر من نصف سكان أفغانستان يواجهون صعوبة في توفير متطلباتهم من الغذاء ودعت المجتمع الدولي إلى تغليب الضرورات الإنسانية على السياسة وتجنب وقوع الكارثة الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتيريش نشد المجتمع الدولي تأمين أكثر من خمسة مليارات دولار هذا العام لمساعدة الشعب الأفغاني مشيرا إلى أن هذا المبلغ سيخصص لتأمين الطعام والزراعة والخدمات الصحية وتوفير الماء والطارئ وغيرها من الأمور إننا في سباق مع الزمن لمساعدة الشعب الأفغاني قبل يومين أطلقت الأمم المتحدة أكبر نداء للمساعدات لدولة منفردة وحجم النداء يشير إلى حجم اليأس القائم أطفال يباعون من أجل إطعام أشقائهم عيادات تمريض تفيض بالأطفال الذين يعانون من سوء التغذية الناس يشعلون أثاثهم للتدفئة والبلاد فقدت مصادر العيش ومن دون جهد منصق من قبل المجتمع الدولي فأن كل رجل وامرأة وطفل في أفغانستان مهدد بسبب الفقر وكل هذا يجري بالطبع وسط جائحة عارمة أوميكرون يواصل انتشاره السريع والاقتصاد العالمي يبدو من أبرز ضحاياه وفق تقييمات البنك الدولي تطبط محركات التعافي الاقتصادي بعد أن تسارعت وثيرتها العام الماضي عقب شلل العالم في بداية انتشار كورونا والعام المقبل قد يكون أسوأ متحور أوميكرون هو من دون شك أحد الأسباب لذلك إلى جانب الاضطرابات المستمرة في سلاسل التوريد وعدم المساواة في اللقاحات وارتفاع أسعار الطاقة والغذاء ومستويات الديون الوطنية الاستزراع السمكي في غزة خطوة التفافية على الحصار البحري الإسرائيلي للصيادين الفلسطينيين عبد الكريم عوده قطاع غزة بعاني من عجز في الأسماك البحرية وطبعا نتيجة الحصار وتضييق الاحتلال على صيادين داخل البحر وقلة المساحة طبعا كله أدى إلى قلة الأسماك المصادة من بحر غزة طبعا كانت في رؤية لدى وزارة الزراعة التوجه نحو الاستزراع السمك وخاصة الاستزراع السمك البحري لسد الفجوة الموجودة نتيجة نقص المصيد البحري بالتالي كان التوجه نحو المستثمرين الراغبين في المجال الاستزراع السمكي تمت بإنشاء البراك الموجودة عندنا على النطاق الموجود عالميا وكان هناك إشراف من وزارة الزراعة المجال الموجودة عندنا في قطاع غزة تقريبا عندنا ثلاث مجارع كانت الانتاجية في قطاع غزة في 2010 تقريبا 12 طن من أسماك الدنيس في الانتاجية في 2021 تم إنتاج تقريبا 620 طن المشروع هذا بتكون من سعوالي 750 ألف سمكة أنشعناها عام 2015 بنتج سنويا حوالي 280 ألف كيلو من أسماك الدنيس والقروس نسحب المية من مياه البحر يعني سمك الدنيس والقروس لا يعيش في المياه العذبة يعيش في مياه البحر المية نسحبها يوميا من مياه البحر ونرجعها ثاني نأخذ الأكسجين منها ونرجعها ثاني على مياه البحر عندنا حوالي 35 حوض متفاوتة الأحجام العمق من مترين ونص إلى تلاتة متر الأحجام 200 كوب مكعب إلى 400 كوب مكعب متفاوتة الأحجام هذا أحسى مشروع تساوه في غزة السلوة السمكية اللغة الدنيس هذا يعني الواحد بيلاقي السمك بيجي لها بيأخذ الدنيس حاجة ممتازة جدا وكويسة لصفها البلد بتعمل للبلد السيولة واقتصاد حاجة ممتازة مهندس تونسي عمل في الخارج قبل أن يعود إلى بلاده يحقق حلمه بصناعة أول سيارة محلية تعمل بالطاقة الشمسية عماد الشتارة بدأ حلماً وتحول إلى إنجاز بخبرات وكفاءات تونسية سيارة كهربائية صديقة للبيئة تعمل بالطاقة الشمسية والبطارية مشروع يرى النور ويشد الأنظار إلي حق الحلمة هذه نصنع سيارة تونسية للتونسة سيارة عربية للعرب سيارة أفريقية للأفريقيين مزلنا في أول الطريق ونسعى إن شاء الله في تحقيق نجاحات ولماذا لا لكي نفس الشركة الكبرى سيارة كهربائية لها رؤية أو نزعم مستقبلية من أين استوحيت الفكرة؟ الفكرة ناتجة من الحاجة الحاجة الواقعة وحاجة المستهلكين وتسهيل المهمات التي تقوم بها هذه السيارة هنا ورد المشروع على ما أعتقد صحيح قدرنا من التصميم الذي هو على ورق خرجناه على الكمبيوتر خرجناه على المولد ومن المولد خرجناه للطبيعة صنعناها السيارة اللي تشوفوها بجانبكم وإن شاء الله في جون 2022 بش ندخلوا للسيري البروداكشن اللي احنا بش نعرضوها للسوق التونسي إن شاء الله وعننا أفريق بش ندخلوا بيها الأسواق أخرى عربية فكرنا فيها كهربائية بش تكون مقتصدة صديقة للبيئة تستيني لللاست مايل ديليفري تستعرف أنت الشركات الإي كوميرس يحبوا على سيارة كومباكت والترانسبورت كوست متاحها فيري لو الميزة الأولى هي الجودة والسلامة الميزة الثانية هي الأكيزيشن كوست يعني السيارة هذه ما تفوت أربع عاليف دولار الميزة الثالثة اللي هي ترانسبورت كوست يعني لما تمشي مئة كيلومتر ما تفوت أشتر دولار تذكير بالعنوين قوات الاحتلال تقمع الاحتجاجات في النقب بالرصاص والدخان وتتكتم على حالة اللاسير ناصر أبو حميد السداف السفارة الأمريكية في بغداد بصواريخ مجهولة صالح يقول أنه يهدف إلى عرقلة استحقاقات دستورية وعصائبها للحق تحذر من التوقيت المشبوه انفجارات في ريف حلب السوري تسادف فصائل مسلحة موالية لتركيا لوابون بريطانيون يطالبون بالضغط على المنامة للإفراج الفورية عن السجناء السياسيين في البحرين مقتل عميد من الشرطة ومتظاهر خلال الاحتجاجات ضد عسكرة الحكم في السودان قرب القصر الرئاسي في الخرطون المعارضة التونسية تدعي للتظاهر في ذكرى الرابع عشر من يناير والحكومة تمنع التجمع لدواع صحية باللغات العربية والانجليزية والاسبانية المايدين دوت نت موقعا على الانترنت موجهز اخباري على رأس الساعة اشتركوا في القناة